أهلا بكم من جديد استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مصرور بارزاني الثلاثاء السفير البولندي لدى العراق مارغين كوبياكا وتبحث سبول تعزيز علاقات بولندا مع العراق والإقليم وأبدى السفير البولندي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع كردستان أولا سيما في مجال التبادل التجاري ومساعدة الإقليم في جهوده الرامية لمكافحة فيروس كورونا وأشار بارزاني إلى أن حكومته تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل وإلى اهتمام كبير للقطاع الزراعية خاصة وأن أقليم كردستان لديه الفرصة لأن يصبح حاصلة غذاء لكل العراق